ونحن نتحدث عن بعض العنصريين داخل تركيا وأنهم الآن يتحدثون بأصوات عالية ومرتفعة ويفرد لهم مساحات وساعة على السوشيال ميديا يأتي هذا المشهد ليوضح حقيقة الموقف الشعبي التركي من العرب ومن الرموز بالنسبة لها الدولة العربية ترحيب حار وغير طبيعي من قبل جماهير نادي جلتا سراي التركي واحد من أبرز زلاندية التركية إنما يكون هو النادي الأبرز جماهير جلتا سراي ترحب بوافدها الجديد حكيم زياش ابن المغرب ابن المغرب الحاصل على المركز الرابع في بطولة كاس العالم الأخيرة التي أجريت في قطر نجم نادي تشيلسي ومن قبله نادي آيكس أمستردام الآن هو لاعب في صفوف نادي جلتا سراي التركي الآن نادي جلتا سراي التركي متخم بنجوم من ضمنهم إيكاردي ومسليرة والعديد من النجوم والآن انضم إلى هذه الكتيبة النجم المغربي حكيم زياش الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا عن أفعال الخير التي يقوم بها بحق أبناء المغرب الحبيبة عن الأفعال الرائعة والبطولية مع المنتخب المغربي وكيف أنه كان يقوم يعني بدفع حساب الطائرة الخاصة التي يستقل لها من أجل الذهاب للمنتخب المغربي ويذهب أيضا للعبين الآخرين من أجل إيصالهم لمعسكر المنتخب المغربي حكيم زياش إذن أصبح لعبا في دورية تركي وهناك ترحيب رائع وحار من قبل جماهير التركية وبالتحديد جماهير النادي جلتا سراي بحكيم زياش وهذا جانب من استقبال زياش في ملعب نادي جلتا سراي بمدينة اسطنبول التركية إن شاء الله نتمنى كل التوفيق والنجاح لحكيم زياش في خضم حديثنا عن موسم انتقالات قوي للغاية وبالتحديد من جانب المملكة العربية السعودية التي استقدمت كثير من النجوم في الأولى الأخيرة وحتى كان هناك حديث عن إمكانية استقدام زياش للعب في الدورية السعودي بجانب رونالدو ونيمار ومتروفيتش واساديو ماني وغيرهم من النجوم ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر